موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أينما كنت زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل نهاية الشهر الجاري ملفات عديدة على طويلة البحث منها ما يتعلق بملف إيران النووي والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بيد أن ما يهم الجانب الفلسطيني من الزيارة يختص بعملية التسوية السياسية مع إسرائيل نأمل أن يكون في هذه الزيارة قد بلور رؤى وقد بلور مقترحات يعني تسعى مباشرة إلى الحل العادل الذي يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القصة الشرقية في حدود الرابع من حزيران وهو فحوى القرار الدولي الذي حصلنا عليه في 29 من نوفمبر الماضي الزيارة التي تعد الأولى لباراك أوباما في وليته الثانية جاءت في ظل انسداد أفق التسوية لرفض إسرائيل وقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين الذين تباينت أراؤهم حول جدوى الزيارة بين من يعتقد أنها محاولة جديدة للضغط على إسرائيل لانتزاع بعض الحقوق الفلسطينية وبين من يرى فيها استمرارا لمواقف أمريكية لم تغير شيئا أعتقد أن هذه ليست زيارة مجاملة يعني تحديدا مواد الزيارة وتوقيتها يعكس شيء الملف الفلسطيني ملف أصبح واضحا لا يحتمل ربما أن أوباما يأتي هذه المرة ليدفع باتجاه معين من الواضح أن الزيارة هي زيارة جدية لا نتوقع جديد من هذه الزيارة هو لن يذهب لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف الاستيطان وإلزامها بمرجعية دولية لعملية السلام وأيضا إلزامها بالإفراج عن الأسرة بتقديره هو سيحاول أن يقدم للعالم من خلال هذه الزيارة أنه ما زال مهتما بملف القضية الفلسطينية بينما في حقيقة الأمر الرئيس أوباما هو منشغل في الأزمات الداخلية المتلاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية تزامن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي مع جواء المصالحة الفلسطينية الملبدة بالتسخين السياسي والإعلامي بين حركتي فتح وحماس أضاف مزيدا من التوتر على الواقع الفلسطيني حركة حماس ومعها فصائل أخرى التصف الزيارة بالعبثية المفاوضات مضى عليها أكثر من 20 سنة أوصلتنا إلى الأنفاق المظلمة وإلى الطرق المزدودة استئنافها أنا أعتقد أنه استهتار بمسيرة أسرانا وصمود أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني نقول ذلك أمام هذه المناخات التي بدأت تؤثر حتى على عجلة المصالحة الوطنية الفلسطينية توقعات محدودة إذن من زيارة أوباما للأراضي الفلسطينية في ظل التجارب السابقة للفلسطينيين مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة لكن من بين الفلسطينيين من يقول دعونا نحاول مرة أخرى محمد الأسطل تلفزيون القدس غزة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر